نكمل مع بعض الاسئلة وصلنا إلى السؤال 25 بيقول لي بها فاتح فيه كده نصغر شوية فاتح فيه كده Windows Explorer ومعلم على ويقول لي بها Windows Explorer Window في هذه النفذة Create a shortcut اعمل اختصار To the powerpoint file للمنف اللي هو الpowerpoint اللي موجود هنا اللي هو اسمه holidaypex.pbt اعمل او اعمل create shortcut لهذا الملف وليكن مسلا ادي معه اهو كده ادي مسلا وليفت اكسبرور كده وانتقبر الشاشة وليكن ادي معه وفيه اهو ملف اهو بنفس الاسم عايزين نعمله shortcut خد بالك لو هو حديد لك shortcut مكانها فين؟ اللي جانب بتختلف يعني ايه كامده بص كده هو قال لك اعمل شرط كات وخلاص للمنف دوقت فاتت تعمل ايه؟ بتيجي على المنف click main وتقول له create shortcut اهو بعمل شرط كات جنبه لكن لو قال لك اعمل المنف دوقت short cut وبعتها لي على دسكتوب فالموضوع بيختلف ازاي؟ بتيجي عليها بقى click main وتقول له send to desktop create short cut فبتطلع عبارة كده بتلاقي فعلا راح short cut على ايه؟ على طريق مكتب خلاص؟ اللي جانبه يا جماعة هو في السؤال ده قال لك اعمل ايه؟ اعمل short cut بس فبتيجي عليها click main وتقول له create short cut وبس انا بحاول تدي كل اللي يعني ايه؟ اه كل الطرق اللي هو اه ممكن يقولها لك فلو قال لك بره اه عارفين بتحلل ازاي بقى send to اه دسكتوب ازك اه لو اه لو في مكانها بتيجي عليك ليك كمية تقول له ايه؟ create short cut بعد كده السورة خم سبعة وعشرين من ديك ويندو صغيرة كده اه بتاع تمامي الكمبيوتر بيقول لك بقى بيقول لك اه minimize the my computer window اعمل minimize يعني تصغير الشريط دي جماعة شريط my computer طبعا سهل قوي بتيجي علي السلب دي وclick عليها اوصل معا السلب دي دي كده بتعمل minimize حتى لو كتب عليها اهيه كلمة minimize يعني تصغير لو قال لك maximize بتيجي علي المربع اللي هو في النص لو قال لك close بتيجي علي ايه؟ علي اكس هتقول لك اه اول ما تتكي علي السلب دي كده سؤال خلص اول نوع هو عايز كده بعد كده السؤال اه او question اه 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 بفتح لك برده كده windows explore و اه و اه منشفة C بقول لك this window shows the content of C drive اه هذه ال windows الشاشة shows بتعرض او بتوضح the content of C drive محتويات اللي drive اسمه C in the right hand pain يعني هو بيجي معها هكليك في الشمال تظهر له محتوىتها المين click on the correct location اضغط على المكان الصحيح to display عشان تعرض the C drives folders عشان تعرض الفولدرات اللي في C in the left hand pain as well عشان تعرضها هنا برضو يعني هي معروضة على مين عايز برضو تتعرض على الشمال إليك يا جماعة إلي ينك بتيجي على Z اللي جانب هتبص تلاقي جميع الفولدرات اللي في C ظاهرت بص كده يعني ولكن مثلا اهو هذه كده اكسرلورة السي لو جانا ع السي هو لو جانا ع السي السي كده على اليمين ظاهر الايه الفولدرات بتاعته اهه ظاهر الفولدرات بتاعته طبلك أنا عادي تظاهرها على الشمال يعني زي ما يوجوداً مين ازهرت عالشمال. تيجي عزايا دي تما لها. تما لها اكس بانت تيجي عزايا دي ايه? ايه. يبقى ازهرت عالشمال اهيه وزهر على ايه؟ علي من برضه. بس اه لبعد كده. بيقولك خمتسعة وعشرين فاتح برضو ويندوز اكسبرور. وبيقولك ايه بقى? اه بيقولك اه اه كليك عن مكان الصحيح. هنك قالك شو? هنه قالك هايد. هايد عشان تخفي المجادلات الفراعية يعني يتعرضوا هنا وما يتعرضوش هنا نفس الحوار بس طالها عكسية يعني مثلا اه اه ادي خلاص ادي السي هو هنا علي مين معروضين وعلى الشمال معروضين هم خلاص انت عايز تخفيهم هنا تيجي ايه تيجي على السيئة دي بس وفي نفس الوقت هم معروضين ايه على ماشي كمعان يبقى لو قالك عرضهم هنا وعرضهم هنا بتيجي على الزايت لو قالك عرضهم هنا وخفيهم هنا بتيجي على ايه عن نقص اسمعكو اللابس اوكي طيب بعد كده اه السؤال الرقم اه تيهتين فاتحك برضه وبيقولك اي من هاي الملفات متخزن 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 على اليمين هنا. شوف انا الملف هنا بقى موجود من دول. وتعلم عليه. بس. يعني مثلا اهو كده. ولكن انا معنا ده الفلوبي كده. خص? او ده الفلوبي. بتيجي عديك كده تعمل ايه؟ بتختار اه الفلوبي. فبيديك الملفات اللي فيه. وبيديك هو مربع كده تختار منه ايه الملف. فانت بتشوف الاسماء اللي بيدهلك. وتشوف الاسماء اللي هنا. بتختار ايه الملف اللي هو اللي بقولك. برس. ان هو مديك هنا في سؤال اه اه اربع ملفات. بتيجي عال ايه؟ جعلت كل حاجة هنا. بتبتيجي شوف بقى اه ايه اللي هنا موجود هنا. وتختاره. تعمل؟ بعد كده. السؤال خم واحد تأتيتين. اه فتح لك كده. اكتف الايه؟ باكتف الفلوبي. اه وبيقولك create a new folder. اعمل مجالك date. على الفلوبي. وسميه date. فقولك برس enter key when you have finish. ودغط على المفتاح بتاع enter لما تخنص. طيب 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 كده. وقال لكم انا جمع. وقال لكم ده الفلوبي طبعا. اه عارفين القصة. مبيش فلوبي على الجهاز. فقال لكم ده الفلوبي. عايزك تعمل اه نيو فولدر. وتسمي date. اه. كيف حط فضلكة? لكمين. وتعمل نيو. وتختار من نيو فولدر. ماشي? وتسميه زي ما هو ايه قالك. اه. واخد بالك. هو هدك date اول حرفها كابتل. اعمله كابتل. اعمل زي ما هو قالك بالزبط. لك لو عملت سلمونه بتنقص اه. خلاص. اضغط enter. كده ايه? كده السؤال ايه? خلسك معه. اه تمام? اه بعد كده بنكمل. اه السؤال اللي بعد كده. بيقول لك اه. 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 اجيب لي برضو ويندوز اكسلور. السؤال الخامة اه. اجيب لك ويندوز اكسلور. بيقول لك. create a new folder. نفس الكامل معها. نفس السؤال. اعمل مواقه جديد. وآه. على الفلوبي وساميه report. نفس الكامل. كمين. new folder. وساميه report. وعمل ايه? enter. اه. السؤال اه. الثالث. اه. فتحك كده برضو. بيقول لك اه. اه. افتح. اه.ướ معه. بينك اه. يعني اسمه.حمله كده كده. pulحه. ابتحك كده. اه.えて deutsche. اه. بتحكي عالـ. تري continues. هذه السؤالي على السؤالة من متascal الان Jonathan markيتها. Sage lame. هر istendi. اه لو أفتحك كاملها. اه. تشوف لك. وينجدك لنفات من ضمنواهم. ملف اسمه. ترينغ. به في يجي الملف وجنبه الصيح بتاعته. وجنبه مساحته. وإليكم مسلا. ده ترينغ. مساحته مسلا سبعة وستين كيلو بايد فانت بتختار ايه سبعة وستين ماشي جماعة يبقى الخوة الخوة التانى بتيجى على السي يقعد للملفات بتشوف الملف قولك عليه اسمه بتقلقى جنبه مساحته كام مساحته مدين واربعين بيختار مدين واربعين السؤال اللي بعتك اهو زي هو اهو جلبك الحل هو مختار هنا السي ماشي واد الملفات اللي هو قلك عليها بتشوف بقى ملف وحجمه ايه كان قلك اسمه ايه بتشوف هنا اهو ملف اسم الترينج اهو مكتوب جنبه 300 كيلو بايد فانت بتختار ايه 300 كيلو بايد بس السؤال اللي بعد كده خمربعة وثلاثين فتح لك ماشي وبيقول لك اي واحد من فها دي اي واحد من فها دي اي واحد اسمع كامل سبيتشيت اي اي خادي اي اي م Tyr اسمع Aspene فى كده في فايل person مثل اسمع بيرنامج جي ون يو بك اي نحن الك highway المثل اللي هو سبريتشيت اللي هو اكسيل فبتيجي على المثل اللي اسم اكسيبنسز بتعمل ايه كليك هيدي اللي ايه جبا بعد كده الصورة 34 فتح لك my documentus وبيسألك بيقول لك how many word files كم عادة ملفات الword are there in this window كم عادة ملفات الword اللي موجودة في الشريطية طبعا انت عادة ملفات الword بيميزها جدا حرف الw اللي هو فوق ده فانت بتعد ادواء اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبتختار ستة ايه من اللي اخترت اللي هي من دهلك خطر ستة كده اسأل بعد كده اقام ستة تلاتين وبيقول لك ايه بقى وبيقول لك from the desktop make agm dot bbt read and read اه اعمل ملف باوربونت اللي هو قالك read and read يعني الكراءة والكتابة حلو اول موضو ده يعني ايه ملف الكراءة والكتابة يعني انت لو جيت مثلا على ملف ويقول لكم هل الملف المعنى ماشي؟ وتجلي كده كلك يمين وتختار proberts ماشي؟ في حاجة اسمها attributes كده في الاخر لو جيت متعلم عليه يبقى هي للقراءة فقط طيب لو دي مش متعلمة يبقى هو كراءة وكتابة باص انت كده هتجي على ملف اه اللي هو قالك عليه هتلاقيه كده كده كتب عليك واختار proberts يعني الكراءة فقط طيب عشان تخليجيد and write وتقول له ايه اوكي باص هو ده يا جماعة اللي هو ايه اللي هو عايزه طيب ساعات بيخلفها لك ساعات يوجد ايه سيبها لك فاضية وقول لك عايز ريد بس علمها زي ايه ها يا جماعة ليس القول ده بالضبط تمام كده change the status of the file غير حالة الملف اللي هو اسمه to read only اطرق على الملف اللي قولك عليه ايه ويختار الولاي برده تختار بروبرتز تنزل تحت خالص هتلاقي ايد اون ديت مش بتعلمها تعلمها تقوله ايه اوكي بعد كده اسمه رغم ثلاثتين بيقولك ايه معا بيقولك ايه استخدم قيمة start to access عشان توصل the list of files لقيمة الملفات that were most recently used اللي استخدمت حديثا on the bc and open the one at the top of the list وافتح اول واحد على قيمة القيمة ايه كلام ده يعني بص كده لو انت من خلقها من start رحت على option كده على يمين اسمه my recent documentis my recent documentis اهيه يبقى هي دي جماعة بتعرض اخر الملفات اللي انت ايه اللي انت حلت او اللي انت استخدمتها على الجهاز طب بيقولك افتح اول واحد as a top اللي هو ده علي click اللي افتح لي as a bottom تيجي عادة وتحلو وتعمل click كده يا جماعة فهو ده ايه يبقى start all programs تختار my recent documentis يعني اخر الملفات الحديثة المفتوحة او المستخدمة ايه تمام؟ بعد كده اه في اجهزة يقولك ايه ايه هي start documents question 35 اسم رغم 33 تتفك برضو جده وقولك in the current a drive في drive a الحالي change the name of the folder وغير اسم الفولدر المجلد اللي هو اسمه يعني فيه فولدر عايز تغير اسمه وان لكم يا جماعة مثلا الفولدر ده اسمه جيمز هنا عايزين نغير اسمه تيجي عليه click يمين وتقول له rename يعني اعادت اسمه وتسميه بقى ولكن مثلا احمد اول ما تسميه تعمل او تغرق الصوت تعمل ايه enter هي دي ايه renaming او تغيير ايه الاسم او change the name السؤال لقم 40 فتح لك كده وعايز منك نفس الكلام نفس الحوار change the name of the folder entitled workbox to hand out تيجي مرضو على الفولدر ده click يمين ونقل له rename ونقل له اسم الجديد وتقول له ايه وتقول له enter نعم ونقل له انه ونقل له